السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا فيكم اخوان كرام على قناة مباير بسيرفيس اخوكم طارد الاشباحيكم اتمنى لكم مشاهدة ممتعة طبعا اليوم اثرت على موضوع اني اعرض عليكم فكرة فكرة اشتغلت عليها في عملية اصلاح طبعا الفيديو اليوم ما رح يورجينا عملية الاصلاح بالكامل الفيديو اليوم رح يعطينا المختصر عن المشكلة والمختصر عن طريقة البحث والمختصر عن الحل لحتى نجعل الامر اسهل عليكم شوي بعملية الاجراء بشكل عام طبعا بتمنى انه احنا قبل ما نبدأ بالفيديو نشترك بالقناة في حال لسه ما شتركنا بالقناة تفعيل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد لا تنسى اللايك والشير بالاضافة انه تكتبو لنا اسفل الفيديو شو رأيكم بهذا النوع من الفيديوهات اللي ممكن نحنا نقدمها هل انت من النوعية اللي بتفضل انه نعرض حالة التصليح كاملة ام بهمك تاخذ المختصر المفيد بحيث انك فقط تعرف شو كانت المشكلة شو صلحنا فيها شو اشتغلناها فافكاركم ومشاركاتكم معنا بهذا الفيديو مهم جدا لانه راح يحدد طبيعة عمل القناة خلال الفترة القادمة على كل حال العطل اليوم هو عبارة عن جهاز ايفون اطماش برو ماكس الجهاز كان فيه مشكلة معروفة جدا هي انه الجهاز فيه ايمي عفوا الجهاز عم بيعطيني انه سيم كارد انه ما فيه سيم كارد بالجهاز الجهاز ما عم بيعطي ايمي لكن المدم فريموير موجود طبعا بعد عملية الاصلاح الحمدلله قدرنا ان احنا نصلح الجهاز وصار عندي ايمي يظهر بهذا المكان السؤال اللي صار معنا متل ما شايفين حتى الشبكة اجت عنا فما عنا مشكلة بهذا الموضوع اجمالا الوضع كله مستقر على الجهاز الفكرة انه نحن الجهاز برجع بعيد العطل الجهاز ما عم بيقدر يشوف شبكه ما عم بيظهر فيه ايمي رغم انه لما بتفتح عندي الاعدادات رح تفوت تلاقي انه انا في عندي مدم فريموير ظاهر بالجهاز طبعا كان سابقا فقط للمدم فريموير جاهز في الجهاز لكن ما عم بيظهر عندي الايمي طبعا بدأت بتحليل العطل وقمت باجرائية فحص الخطوط فحصت خطوط الخطوط الاساسية لالعلاقة بخطوط الفي لماذا اتجهت على خطوط الفي لانه نحن منعرف لما بيكون في عنا مدم فريموير في الجهاز فمعناته دارة الباك اند الخاصة بالشبكه اللي هي متممات الطاقة الخاصة بالباور بالبيس باند واللي هي قادمة من الباور بيس باند جميعها شغالة فمعناته انا ما عندي مشكلة بتغذية الباور بيس باند لكن عندي مشكلة باستلقي اشارة الباست باند بنفسها طيب بهالحالة هاد شو بدي اعمل رحت مباشرة على خطوط الفي اللي موجودة في الايفون 12 متل ما رح نشوف على المخطط اللي ظاهرهم قدامنا في عندي مجموعة خطوط موجودة في اكثر من مكان متل ما شايفين هاي الخطوط كلها الموجودة في اكثر من مكان ولقيت انه هاي الخطوط هي المسؤولة عن قراءة خطوط الفي بشكل عام خصوصا انه احنا في الدارة في عنا ثلاثة انواع من الفي فبدأت بفحص خطوط الفي لاشوف شو المشكلة اللي عندي فسحبت المعلومات باستخدام جهاز اللوجيك انالييزر وبدأت بتحليل العطل فاخدت المجموعة الاولى اللي هي كانت مجموعة الفي ثلاثة معظم الاحيان الفي ثلاثة بيكون فيها مشاكل مشتركة يعني فبالرفي ثلاثة لقيت انه انا ما كان عندي مشكلة رحت على الفي واحد كمان لقيت ما عندي غير مشكلة واحدة كانت مشكلة واحدة كانت بالسي بي الار فرحت مباشرة انا بعد ما شفت السي بي الار رحت مباشرة لاشوف وين هاي المشكلة كانت وشو اللي صاير فيها فمباشرة رحت على المخطط ورحت على مكان توضع العناصر لاشوف السي بي الار موجود فشفت انا في عندي السي بي ال موجود في اسفل الفيديو من تحت لا اسفل البورد من تحت يعني هذا القطعة اللي موجودة من الاسفل فمباشرة انا من خلال معرفتي بعرف انه هاي المنطقة خاصة بالارف في خمسة فبالتالي رحت على الارف في خمسة وسحبت بيانات الارف في خمسة ومتلاقيت عندي انه بالارف في خمسة ما عندي بيانات موجودة اطلاقا ما عم تطلع عندي بيانات نهائيا فطبعا انت رح تسني شو علاقة هذا الموضوع بهذا الموضوع المسار اللي موجود بهذا المكان نحن لما ننظر عليه منلاقي انه توضع هاي العناصر متصلة مع بعضها بشكل او باخر ففي اتصال بين مجموعة الارف في ثلاثة والارف في واحد والارف في خمسة فبهالحالة هاي مباشرة عرفت انه انا عندي مشكلة بالارف في خمسة فمباشرة بالارف في خمسة رحت واستبدلت العناصر التالية اللي هني اليو اتش بي البي خمسة جي ال والسي بي ال طبعا انا للأسف ملقيت الايسير الرابعة وجدت عندي فقط الايسيات الثلاثة اللي انا بدلتهم موجودين لكن الرابعة ملقيتها لأسف فالظاهر انه طارت بس بغض النظر وجدت عندي المجموعة اللي موجودة قدامي هون ومباشرة من هذا المكان عرفت انه انا فيني ابدأ بالتفحيص والفحص والمناقشة والعمل وبلشت بازالة كل هاي المكونات واستبدلتها بمكونات من بورد اخر بعد ما استبدلت المكونات قمت مرة تانية بعملية فحص للمسار واتضح لي انه بعد ما بدلتها رجعت عندي المسارات كاملة بشكل نظامي هيك قدرت اوصل لمرحلة ان الجهاز اخذ وضعية عمل ومثل ما شايفين الجهاز قام بالدخول على الشبكة مثل ما شايفين احنا في عندنا شبكة اخذ شبكة موبايل فهذا بالتالي بدل بالتأكيد على انه التحليل اللي قمنا فيه والعمل اللي قمنا فيه مفيد جدا لمعرفة انه كيف ممكن نوصل هاي المعلومة طبعا بهاي الطريقة حبيت اشارككم المعلومة بشكل عام حبيت تكون فكرة تتبع المعلومة وتتبع البيانات بشكل سريع لاحظتوا ان احنا استخدمنا طبعا هذا الكلام اللي انا شرحت لكم ياه بدقائق يعني احنا نداخلين فقط على سبع او ثمان دقائق من الحديث في الموضوع اخذ معي شغل تقريبا ما يقارب يومين انه انت بحاجة انك تحلل الدارة بشكل دقيق تعرف شو اللي صاير معك ايفون 12 برو ماكس من الاجهزة اللي فعلا مزعج التعامل معها وخصوصا اثناء الريبولنج والتطبيق لحتى ادرت اطبق البورد بشكل كامل ما اكتفيت بوضع فقط القصدير اضطريت استخدم ايضا كرات الفصل الذهبية اللي موجودة بين الطبقات استخدمت هذا النوع من الطبقات او من الطابات الذهبية هذا الموديل انا استخدمت هذا الموديل رقم 8 اد رقم 8 انا هذا اللي استخدمته فيه طبعا نقاط فضيئة ضهبية صغيرة هاي نقاط الذهبية بتساعد على انه البوردين ما يكبس على بعض وذكرناهم باحد اللايفات مرة السابقة طبعا اضطريت استخدم الفواصل لحتى ما يخبس مع البورد مع بعضه ويكبس مع بعضه وبالتالي يسبب مشكلة بهاي الطريقة نحن قدرنا نحدد كل المحتويات وكل اللي بدنا اياه وبشكل كامل لقينا انه الامور رجعت لوضعها السليم وان شاء الله نحن بهالحالي هاي يعني منقدر نقول انه انجزنا العمل بشكل رائع وبشكل يعني بروفيشنال والحمد لله النتيجة كانت انه استعدنا الجهاز وعمل الجهاز بتمنى تكون المعلومات اللي شاركناكم اياها مفيدة لا تنسوا لا تنسوا مهم جدا انه انتو تعطونا تعليقاتكم على هذا الفيديو هل طريقة الشرح او هل طريقة اللي نحن قدمنا لكم اياها وشو هي المعلومات ساعدتكم على الفهم اكثر ام انتم بحاجة ان يكون الفيديو تطبيقي طويل شكرا لمشاهدتكم بتمنى لكم دائما الفائدة السلام عليكم ورحمة الله